أعظم ملاكم في التاريخ واللي يعتبر أهم شخصية رياضية في القرن العشرين عانى من العنصرية من صغرة ووقف ضدها وحاربها اعتنق الإسلام وغير اسمه عاشر شخصيات كبيرة مثل مالكم إكس ومارتن لوثر كينغ وقف ضد الحكومة الأمريكية وعارض حرب فيتنام وعلى أثرها خسر لقبه وانسحبت منه رخصة الملاكمة في هذا الفيديو راح نشوف قصة حياة أسطورة الملاكمة الخالدة محمد علي كلاي السلام عليكم معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب خلال الفترة الماضية لاحظت كثيرين منكم يطلبون مني أن يتكلم عن قصة محمد علي كلاي وكنت أدور شخصية مميزة أسوي عنها فيديو ضمن سلسلة الشخصيات اللي أسويها في القناة من فترة لفترة فشفتها فرصة حلوة ومناسبة أني ألبي رغبتكم خاصة أن هذا الفيديو برعاية ستوري تيل أكبر مكتبة عربية للكتب الصوتية ستوري تيل عندهم كتابين مميزين جدا عن محمد علي كلاي وكانوا من المصادر اللي استخدمتها في هذا الفيديو الكتاب الأول مختصر ويلخص حياة محمد علي كلاي بشكل سريع أما الكتاب الثاني فقصة كاملة من سلسلة الدحيحة اللي يقدمها الدحيح حصريا على ستوري تيل واللي يتعمق فيها لمدة ساعتين ونصف في سيرة محمد علي كلاي ويغوص في كل تفاصيل حياته المهنية والشخصية أنا ما راح أتكلم كثير عن حياته الشخصية فاللي حاب يتعمق في هالجانب أكثر يقدر يسمع هذا الكتاب وراح يحصل فيه كل التفاصيل اللي يتمناها طبعا غير هذي الكتب تطبيق ستوري تيل مليان بالكتب في مختلف المجالات اللي تحبونها راح تحصلون فيه آلاف الكتب العربي والإنجليزي مقابل اشتراك يعتبر رمزي على هذي المكتبة الضخمة اللي راح تحصلونها صدقوني من أكثر التطبيقات المفيدة والمسلية اللي ممكن أضيف لكم إضافة كبيرة في حياتكم فاستغلوا الفرصة وحاولوا تجربونا في أقرب وقت رابط التحميل راح تحصلونه تحت الفيديو محمد علي كلاي أو كما كان يعرف باسم السابق كاسيس مارسلس كلاي أو بالأصح كلاي كذا ينطق بالإنجليزي لكن احنا بنستمر بالنطق المتعارف عليه بالعربي اللي هو كلاي المهم انولد كلاي بتاريخ 17 يناير سنة 1942 في مدينة لويسفيل اللي تقع في ولاية كنتاكي الأمريكية من لحظة ولادته كان واضح أن هذا الطفل عنده كتلة جسدية أكبر من أقرانه بدأ كاسيس الصغير يمشي من لما كان عمره 10 شهور بس ويقال أنه لما كان عمره سنتين ضرب أمه بوكس قوي لدرجة أن طيحلها أسنانها أمه كانت تشتغل كعاملة نظافة في بيوت بعض العائلات الغنية من ذوي البشرة البيضاء في مدينة لويسفيل وأبوه كان رسام لوح إعلانية ومع بعض كانوا يدخلون دخل لا بأس به يمشي حالهم ما كان ذاك الدخل الجيد لكن على الأقل ما كانوا طايحين في دوامة الفقر اللي كثير من العائلات ذات البشرة السودة طايحة فيها في هذه الفترة اللي كانت مليانة بالعنصرية في أمريكا مع كل هذه الظروف ظل صاحبنا كاسي أس كلاي محتفظ بروح مرحة كان يحب يلعب ويتحرك وكون مجموعة من الأصدقاء اللي ينصب نفسه زعيم عليهم كان من صغره عنده ثقة كبيرة بالنفس وممكن حتى نقول أنها ثقة مفرطة شوي ومع أنه ما كان يشارك في أي أنشطة رياضية في المدرسة ما كان يلعب كورة ولا كان يلعب كرة تسلة مثلا ولا أي شي ثاني لكنه كان يحب يلعب كثير ويا أصدقاء واحدة من الألعاب الغريبة اللي كانوا يمرسونها أنه كان يخليهم يرمون عليه حصة وهو يقعد يتجنبه اللعبة هذه بينت من الصغر أن هالولد عنده ردات فعل سريعة بشكل طبيعي أبدا كان يقدر يتجنب كل الحصة اللي يرمونه عليه المهم مرت الأيام وكبر كلاي وصار عمره 12 سنة وفي واحد من الأيام كان راكب سيكلة أو دراجته الهوائية مع أخوه وواحد من أصحابهم كانوا الثلاثة هذيلة طالعين في رحلة لطيفة جميلة لواحد من المعارض لما فجأة قامت السماء تمطر عليهم فوقفوا وركن كلاي سيكلة على جنب ودخلوا لمبنى المعرض عشان يتخبون من المطر وبعد ما وقف المطر طلعوا من المبنى لكن الصدمة كانت لما ما حصلوا السيكل في مكانه السيكل انسرق كلاي حس بالدم يفور في عروقة من القهر وقعد يفكر بردة فعل أبوه لما يعرف عن الموضوع السيكل كان غالي خاصة على عائلة مثلهم دخلهم بالكاد يكفيهم ووسط حيرته وهو ما عارف ش يسوي واحد من المرة قال له في شرطي واقف على زاوية الطريق روح له وكلمه وخبره بالموضوع فراح كلاي للشرطي عشان يشتكي له بس اللي ما كان يعرفه ان مقابلته لهذا الشرطي راح تغير له حياته للأبد بدك كلاي يشتكي للشرطي ويخبره عن سيكله المسروق وفي نص كلامهم قال كلاي لو شفت هذا اللي يسرك سيكلي راح أضربه ضرب مبرح وأكسر له كل عظامه فقال للشرطي أنا مدرب ملاكة مفصالة رياضية قريبة من هني شو رايك تجأ وتتمرن وياي وراح أخليك قوي وتقدر فعلا أنك تكسر عظام هذا الحرامي لو لاقيته كلاي عجبتها الفكرة ومن أول ما دخل صالة التدريب حس بالانتماء لهالمكان كان بالنسبة له المكان المناسب اللي ممكن يحقق من خلاله كل طموحاته وأحلامه كلاي مع أنه كان ذكي اجتماعيا لكن كانت عنده مشكلة وضعف في الفهم والدراسة وكان عارف أنه ماله مستقبل من خلاله وفي نفس الوقت كان محتاج طريقة يكسب فيها المال ويصير غني لأنه كان دائما يتذكر كلام أبوه اللي يقول له أن الرجل الأسود ما لطريق لكسب الاحترام في هذا المجتمع العنصري إلا من خلال المال والشهرة فكلاي على طول شاف أن هذا هو المدخل اللي ممكن من خلاله يحقق الثروة والشهرة وبالتالي يكسب الاحترام ومن ذاك الوقت بدأ يكرس نفسه للملاكمة دائما وبدأ يتدرب على يدين الشرطي اللي اقترح عليها الاقتراح الشرطي اللي صار أول مدرب لنجم الملاكمة الأشهر على الإطلاق واللي كان اسمه جو مارتن جو مارتن بدأ يدرب كلاي ويدخله في مباريات الهواه من أول المباريات اللي لعبها كلاي وهو في سنه الصغير هذا بدت موهبته تبين كان يتميز برشاقة وسرعة من موجودة عند أقرانه وكانت قدرته على التفادي وتجنب لكمات خصومه شي مذهل فائق للطبيعة وغير كل هذا عقليته كانت مميزة عن كل الملاكمين كانت أعصابه هادية حتى لو نضرب ونحط في وضع صعب كان يقدر يحافظ على توازن الجسدي والنفسي بطريقة ما شافها مدربة جو مارتن عند أيحد من الملاكمين اللي يدربهم قبل خاصة هذي الشبان المراهقين اللي يكون دمهم بالعادة حار جدا فميزة الهدوء هذه ما كنت تحصلها عند أيحد هذه الميزة تحصلها بس عند الناس اللي مصنوعين عشان يكونون أبطال فكلاي كان فعلا مهيئ من كل الجوانب لأنه يكون بطل حقيقي في عالم الملاكمة صار كلاي دائما منضبط وملتزم بالتدريبات ويبذل كل جهدة فيها كان أول واحد يوصل وآخر واحد يطلع الولد خلاص حط في راسه هدف أنه بيكون بطل العالم في الوزن الثقيل وصار يصرح بهالشي قدام كل الناس خاصة قدام زملاءه في المدرسة اللي بدورهم استهزأوا فيه وقالوا له أنت قاعد تحلم لكن كلامهم هذا ما زاد إلا إصرار على هدفه وصل كلاي لعمر 16 سنة ووقتها خلاص قرر أنه لازم يثبت للجميع أنه الأقوى على الأقل على مستوى مدينتهم فقرر أنه يتحدى أقوى ملاكم موجود في مدينة لويسفيل واللي كان اسمه كوركي بيكر بيكر هذا كان ملاكم قوي جدا وعليه جثة لكن مواجهتهم على الحلبة ما استمرت لأكثر من جولة وحدة بس خلالها قدر كلاي أنه يتجنب كل لكمات بيكر بسرعته ومهارته الفائقة على تفادي اللكمات وهذا الشي اللي ينهك بيكر بسرعة كبيرة بينما كلاي ظل يضرب فيه بلكمات الجاب اللي يحبها وتساعد ذراعة طويلة على تنفيذها بكل دقة وسرعة لكمات الجاب هذه من أقوى الأسلحة في عالم الملاكمة للناس اللي أذرعهم طويلة هذه اللكمات تسمح لهم يضربون خصومهم من بعيد فلما شاف بيكر الوضع كذا قاعد يشتكي ويصرخ أنه الوضع ما بعادل وانسحب من المواجهة من أول جولة بعد ما عرف أنه مستحيل يفوز قدام لكمات الجاب الطويلة اللي كان كلاي يسددها له هذه المواجهة رفعت اسم كلاي بشكل كبير وخلال السنين اللي بعدها ظل يحقق إنجاز وراء إنجاز لدرجة أنه لما صار عمره 19 سنة رشحوه أنه ينافس في الألعاب الأولمبية كأفضل ملاكم من فئة الهواء في الدولة هذا الشي كان يتمناه أي ملاكم هاوي لأنه لو قدر يفوز بميدالية أولمبية رح تنطلق مسيرته الاحترافية انطلاقة قوية ورح يدخل عالم الملاكم الاحترافية من أوسع الأبواب وبسرعة كبيرة أما الطريق الثاني فهو أنه يظل يواجه ملاكمين من مستواه وبعدين كل ما فاز يرتفع المستوى ويقاتل الملاكمين اللي من المستوى الأعلى وهكذا شوي شوي يطلع لكن هذا الطريقة كانت بطيئة ورح ياخد وقت طويل عشان يوصل للملاكمين الكبار أما لو قدر يحقق الميدالية الأولمبية فحالطول بيقدر يواجه أقوى الأبطال في عالم الملاكمة بدون ما يضطر يصعد السلم الطويل هذا ومعنه كلاي كان يريد يشارك في الألعاب الأولمبية لكن كانت عنده مشكلة صغيرة كان عنده خوف شديد من الطيران وكان لازم يركب الطيارة عشان يوصل للأولمبياد اللي راح يقام في رومو كلاي كان جدا خايف من الطيارات وما كان مستعد ان يركبهم بأي ثمن لكن مدربة جو مارتين ظل يزن على راسه ويقول له هذه فلصة عظيمة حرام عليك تفوتها وظل بفترة طويلة وهو يحاول ليقنع فيه لحد ما اقتنع لكن الشي اللي يضحك ان كلاي لبس براشوت طول الرحلة وما رضي يخلعها أبدا لغاية ما نزلت الطيارة فتخيلوا ان لو ما كان راح فعلا بسبب خوفه هذا كان ممكن تاريخ حياة المهنية يكون شي ثاني تماما المهم وصل كلاي لروما وهناك ظل يحقق الانتصار وبرث ثاني لحد ما وصل للمباراة النهائية ضد بطل أوروبا البولندي اللي كان اسمه زيبينيا بيترزاوسكي واللي أنا متأكد اني نطقت اسمه غلط المهم قدر كلاي انه يهزمه بأسلوب القتال اللي كان يتميز فيه واللي يعتمد على تجنب ضربات الخصم وإرهاقة وبعدين يهجم عليه بلهكمات الجابة الطويلة والسريعة ويحطمه في مكانه أسلوب كلاي كان شي مميز جدا كان أشبه بالفن معظم الملاكمين كانوا يعتمدون على قدرات التحمل فتحصل معظم المواجهات يطلع منها الطرفين وهم مضربين ضرب شديد والفائز يكون اللي يتحمل اللكمات أكثر أما كلاي فكان ذكي وصنع ثورة في أسلوب القتال على حلبات الملاكمة وسلوب كلاي كان يعتمد على التجنب وتفادي ضربات الخصم أكثر من أي شي ثاني بالعكس كان حتى مرات ينزل يدينا وما يحمي وجهه عشان يستفس خصومه إنهم يوجهوا لللكمات الشي اللي كان يخالف أبسط قواعد الملاكمة المتعارف عليها لكن كلاي كان يقدر بردات فعله سريعة إنه يظل يتجنب لكمات خصومه ويرهقهم وهم يحاولون يضربون وجهه المكشوف وبعد ما يرهقهم بهذه الطريقة يهجم عليهم بلكمات الجاب الخاطفة طويلة المدى وبمجرد ما يلكم يرجع ويتحرك ويتفادى هجماتهم المضادة كان كأنه قاعد يرقص في الحلبة حركات رشيقة وردات فعل سريعة وفوكها لكمات قوية وخاطفة وهذا اللي خلاه يعتمد شعار float like a butterfly sting like a bee واللي معناه طير مثل الفراشة ولسع مثل النحلة كان شعار جدا مناسب لأسلوب قتالة ثوري في عالم الملاكمة لكن الأسلوب هذا خلاه يحصل هجوم وانتقادات حادة من كثير من المتابعين والنقاد والصحفيين لكن كلاي ومدربة ما هتموا لكلامهم أبدا وظلوا مستمرين على هذا الأسلوب المميز اللي كان قاعد يكسبهم الانتصار ورا الانتصار وهذا الأسلوب اللي قدر من خلاله كلاي إنه يهزم خصمه البولندي في أولمبياد روما سنة 1960 وحقق كلاي الميدالية الأولمبية الذهبية وعمرة 19 سنة كان جدا فخور بالانتصار العظيم اللي حققه وطبعا من حقه يفخر بهالإنجاز لكنه ما كان عارف أنه على موعد مع مواجهة عنصرية راح تشكل نقطة فارقة في حياته في ذاك الوقت في أمريكا معنهم طلعوا من مرحلة الاستعباد لكن كان بعده في فصل عنصري قوي في المجتمع مثلا كانوا أصحاب البشرة السودة ممنوع عليهم يدخلون كثير من الأماكن العامة وحتى في الباصات والمواصلات مثلا ممنوع عليهم يقعدون قدام لازم يقعدون ورا حتى لو الباص كان فاضي فيعني كان في فصل وتفرقة عنصرية عميقة في المجتمع بين أصحاب البشرة البيضة وأصحاب البشرة السودة وصاحبنا كاسيس كلاي كان في وقتها سعيد وفرحان أنه أخيرا راح يتحرر من هذه التفرقة العنصرية وراح يعامل كشخص له احترام خاص بغض النظر عن لون بشرته لأنه فاز بشي عظيم فاز بالميدالية الذهبية في الأولمبيال وجاب لأمريكا اللقب الأولمبي الكبير فالمفروض أنه الكل يعاملونه باحترام ومهابة وتميز المفروض أنه مكانته الاستماعية ارتفعت بسبب هذه الميدالية أو هذا اللي كان يعتقده وهذا اللي خلاه يلبس هالميدالية دايما وين ما راح في أي مكان وفي يوم من الأيام قرر أنه يطلع يتعشى مع أصدقاءه في واحدة من المطاعم المعروفة ودخل المطعم وهو لابس ميداليته بكل فخر ويعتقد أنه هذه الميدالية مثل المفتاح الذهبي اللي راح يفتح له الأبواب اللي ما كان يدخلها إلا الرجل الأبيض لكن صاحب المطعم وبكل صفاقة رفض أنهم يقعدون في مطعمه وطلب منهم يغادرون بهدوء ولا راح يفصل على الشرطة وقف كلاي مصدوم في مكانه وهو لابس ميداليته اللي عرف لحظتها أنها ما راح توديه لأي مكان في هذا البلد العنصري ومن الغضب اللي حس فيه راح أمسك الميدالية ورماها في النهر وعرف هذه اللحظة أن الشهرة والمال ما راح يرفعون من قدرة واحترامة في عيون هذه الناس اللي تربوا على العنصرية من نعومة أظافرهم عرف كلاي لحظتها أن مشكلة العنصرية مستحيل تنحل على مستوى الشخصي هو هذه المشكلة لازم تنحل على مستوى المجتمع كله لازم تنحل من الجذور ومن ذاك الوقت صار واحد من الناشطين الكبار في المجال الاجتماعي والحرب ضد العنصرية في أمريكا وهذا اللي خلاه يتعرف على ناشطين من الرجال السود في هذا المجال وواحد من الناس اللي يتعرف عليهم كان مالكم إكس الداعية المسلم المعروف والناشط الاجتماعي الكبير في مجال حقوق السود في أمريكا واللي كان أيضا عضو في منظمة اسمها أمة الإسلام وهذه المنظمة راح تلعب دور كبير في حياة كلاي على الجانب الآخر في حياتها المهنية كملاكم بعد ما كسب كلاي الميدالية الذهبية دخل عالم الاحتراف من أوسع أبوابه وبدأت العقود الاحترافية تنهال عليه من كل اتجاه ورغم أنه كان قاعد يحارب لأجل حقوق السود إلا أنه تمت رعايتها من قبل مجموعة من الرجال البيض الأغنياء في ولاية كينتاكي في النهاية هم اللي ماسكين البزنس وقدمو لها عرض براتب مغري وخمسين بالمئة من عوائد مبارياته خلال الست سنين الجاية واللي كانت تعتبر صفقة مميزة جدا ما حد من الملاكمين كانت تقدم له مثل هذه النسبة لكنهم كانوا عارفين وشايفين أن كلاي له مستقبل كبير كانوا عارفين أنه بيكون أكبر من غيره بمراحل وكانوا يريدونه بأي ثمن فقدموا له العرض المغري اللي وافق عليه لكن هذه الرعاة أيضا قالوا له أنه خلاص لازم يترك مدربه السابق ويبدأ مع مدرب محترف وفعلا ودع كلاي مدربه جو مارتن الشرطي اللي التقى فيه بالصدفة بسبب سيكله المسروب وانتقل كلاي للتدريب تحت إشراف مدرب محترف اسمه أنجيلو دندي دندي لما شاف أسلوب الملاكمة اللي يتبع كلاي الأسلوب السريع اللي يعتمد على الحركة والتفادي واللي كان أشبه بالرقص أكثر من الملاكمة حب الأسلوب هذا وقرر يعززه ويقويه وتحت إشراف المدرب الجديد دندي صارت مهارات كلاي وقوته ترتفع أكثر وأكثر يوم عن يوم لكن مهارات كلاي وقوته ما كانت الشيء الوحيد اللي اشتهر فيه وإنما اشتهر بشيء ثاني مهم قدر يخليه يجذب جماهير كبيرة كلاي كان مشهور بالتراش توك واللي لو ترجمناها حرفياً راح تكون كلام الزبالة لكن معناها في الواقع هو أنه يتكلم بأسلوب استفزازي ومستهزء ضد خصومه يعني كان دايماً يطلع قبل مبارياته ويحقر في خصومه تحقير شديد الهدف من هالحركة أنه يهزم خصمه نفسياً قبل المباراة وبعد كان الهدف أنه يجذب الجمهور لأنه لما الناس يسمعون واحد يستهزئ بخصمه ويسفل فيه فهو هني يرفع مستوى العواقب لو نهزم يعني لو نهزم بعد كل هذا الكلام الكبير والتهزيء والاستحقار بخصومه راح يكون شكله بايخ جداً اللي يتكلم بهالاستفزاز والاستحقار ضد خصومه لازم تكون عنده القوة والمهارة الكافية عشان يدعم الكلام اللي يقوله وهالشي يحمس الجمهور لأنهم أما أنهم راح يشوفون واحد قد كلامه وثقته بنفسه وهالشي يحمس أو بيشوفون واحد ينهان ويندعس بعد ما تكلم كلام أكبر منه في الحالتين الجمهور متحمس فهذه كانت حركة تسويقية ذكية من كلاي وكان واحد من أوائل الناس اللي بدأوها في عالم الملاكمة واليوم صار شيء جداً شائع أن الخصوم في الرياضات القتالية يستفزون بعض ويتكلمون عن بعض باستحقار قبل المباراة هالشي يجذب الجمهور أكثر وبعد يعتبر قتال نفسي قبل ما تبدأ المباراة فهذا الأسلوب كان دائماً موجود عند كلاي لو بعد كان يتوقع في أي جولة راح يهزم خصومه الشيء اللي كان يعطي بعد إضافي للحماس عند الجمهور كلاي كان دائماً واثق من نفسه وكان دائماً يقول أنا الأعظم وأنا بصير بطل العالم في الوزن الثقيل ومحد بيقدر يوقف وجهي وبهذه الثقة المفرطة شقك لاي طريقة في عالم الملاكمة للمحترفين وظل يحقق الانتصار وراء الثاني بدون أي هزائم وفوق هذا كانت كل مبارياته sold out كل تذاكرة كانت تنباعه بسرعة كبيرة كانوا الجماهير متلحفين أنهم يشوفونه ويتابعون مبارياته كثير منهم في الواقع ما كانوا يشجعونه وإنما كان أملهم أنهم يشوفون هذا الملاكم الشاب الأسود المغرور ينضرب وينهان في الحلبة لكن خابت كل آمالهم بانتصارات كلاي المتتالية اللي قدر أن يفوز بـ 19 مباراة على التوالي بدون ولا أي هزيمة بعد كل هذه الانتصارات صار كلاي المصنف الرابع عالميا وحط عينه على اللقب الأكبر لقب بطل العالم في الوزن الثقيل اللقب اللي كان يحمله وقتها الملاكم العظيم سوني لستون لستون هذا كان شخص جبار لو وقفت قدامه راح تبدأ ترتجف لا إراديا قوته كانت شيء يخافه كل ملاكم على وجه الأرض فوق هذا كان جاي من خلفية إجرامية وكان حتى مدعوم من المافيا وهم اللي دخلوا لعالم الملاكمة وبالمناسبة هي المافيا أصلاً كانت مسيطرة بشكل كبير على عالم الملاكمة وكثير من الأرباح كانت تروح لهم في الواقع ومعظم المراهنات وحركة الأموال في هذا العالم كانوا هم اللي يديرونها وهم المسؤولين عنها فلستون بطل العالم في الوزن الثقيل كان مدعوم من المافيا على عكس كلاي اللي ما كانت لأ أي علاقة فيهم كان بس عنده الشركة اللي ترعاه وعنده مدربة وجماهيرة مع ذلك كل هذا ما منعه أنه يبدأ يستفز لستون اللي وقتها ما كان عاطنه وجه كلاي كان لازم يهزم لستون عشان ياخذ منه اللقب لكن كلاي كان المصنف الرابع وبالعادة ما يحق لحد أنه ينافس البطل على اللقب إلا المصنف الثاني أو واحد يقدر يقدم عرض مغري للبطل عشان يحط لقبه على المحك قدامه فبالنسبة لليستون كلاي بعده ما كان يستحق أنه يعطي الفرصة لمنازلته على اللقب فكلاي ظل يستفز فيه استفزاز مب طبيعي واللي ساعده أنه كل وسائل الإعلام كانت متوجهة عليه أسلوب كلاي الاستفزازي وطريقته في جذب الأنظار خلت كل وسائل الإعلام تسلط الأضواء عليه الناس كانوا يستمتعون بتصريحاته فالإعلاميين والصحفيين كانوا يتسابقون لتغطية أي حركة أو أي شيء يقوله كلاي بالنسبة للناس كلاي ما كان مجرد ملاكم كلاي كان مشهور الناس يحبون يتابعونه بنهم وكلاي ما قصر استغل هذه الأضواء أحسن استغلال وظل يستفز لستن بطرق جدا قوية صار يحقر فيه ويشتم فيه في كل مرة يظهر فيها قدام وسائل الإعلام وصار يسميه The Ugly Bear الدب البشع وكان يقول بطل العالم المفروض يكون شخص جميل ووسيم مثلي ما بهذا الدب البشع الجبان كان كلاي يسوق لنفسه على أنه البطل الجميل الوسيم السريع اللي راح ينقذ الملاكمة من هذا المجرم البشع المتوحش الإنسان هذا كان عنده أسلوب تسويقي يجذب الأنظار بطريقة ما سبقى لها أي حد في عالم الملاكمة لكن مع كل هذا ظل لستن ما عاطنه أي وجه وما مهتم بالموضوع بالنسبة له كلاي كان مجرد ولد أخرق بعمر الواحد وعشرين سنة ما يستحقه تماما فهني كفف كلاي حملتها الاستفزازية وصل لمرحلة ممكن نقولها شرسة نوع مختلف تماما صار حرفيا ناشب لليستن في كل مكان كان يروح للمبارياته ويروح للنادي ويروح لمعسكراته التدريبية وحتى يروح وراه للأماكن العامة والمطاعم وغيرها وكل مرة يقاد يصرخ فيه قدام الناس أنا أحسن منك ولو دخلنا الحلبة راح أأكلك التراب مع كل هذا لستن ظل متجاهل فراح كلاي وجاب باص كبير وحط عليه شعارات مستفزة للستن وكتب عليه الدب البشع بخط كبير ووقفه قدام بيت لستن الساعة ثلاث الفجر وطلع مكبر صوت وقعد يستفز لستن ويهينه قدام جيرانه وأهل حارته اللي يتصلوا بالشرطة بسرعة عشان يجون وينقذون الموقف قبل ما لستن يتهور ويسوي جريمة بكلاي طبعا هذه كانت مادة إعلامية دسمة للصحفيين اللي كانوا يلاحقونها في كل مكان عشان يغطون الحدث وصار كلاي ضيف دائم في كثير من البرامج اللي تهتم بعالم الملاكمة وظل فترة طويلة يهين ويستفز لستن أكثر وأكثر وطلعت كثير من الأصوات اللي تنادي لستن بقبول التحدي كثير من الناس بدوا يعتبرونه جبان أو قاعد يتهرب من مواجهة كلاي وحتى كثير من محبينه وجمهوره بعد صاروا يطالبونه أن يوقف كلاي عند حده ويأدبه ويخلصهم منه لأنه فعلا صار شخص مزعد جدا صار لستن ما يفارق لسانه في أي لقاءه كان هنا رايح جاي فهني خلاص لستن قال بقبل التحدي وأعلنوا أن المباراة راح تقام بتاريخ 25 فبراير سنة 1964 واللي راح تكون من أكبر المباريات في التاريخ مع هذا ظل كلاي مستمر في استفزاز لستن هذه بالنسبة له كانت حرب نفسية وحتى في لقاء قياس الوزن اللي يصير قبل المباراة كلاي مثل أنه راح يهجم عليه وخلى الناس اللي وياه يوقفونه هذه الحركة كلاي كان يريد منها أنه يربق خصمة لستن لستن راح يبدأ يفكر أن هذا الولد اللي قدامه مجنون وما يخافه وما يحترم قوته ومكانته وبالتالي راح يدخل للحلبة وهو متنرفز ومعصب وراح يلعب بشكل أسوأ كلاي كان ذكي وعارف كيف يلعبها برا وداخل الحلبة وفعلا جالي يوم الموعود ودخله الملاكمين للحلبة وبدأ كلاي يستفز لستن اللي ما كان يحتاج أي دافع إضافي عشان يهجم عليه بكل قوته كأنه يريد يقطع لراسه بدأ لستن يتحرك مثل المجنون وهو يحاول يضرب كلاي لكن كلاي السريع الرشيق بدأ يتجنب كل لكماته وحده وراء الثانية كان كأنه يرقص بالي قدامه ولستن الغاضب ظل يحاول يضرب ويضرب وهو ما قادر يصيب الهدف أبدا كلاي ظل يتفادل لكماته العنيفة ويردب لكمات مضادة خاطفة ما تقل عنها قوة لستن كانت بادية عليه علامات الإرهاق والتعب من الجولة الأولى وكان شكلا محتار ومتنرفز أكثر من أي مباراة خاضها قبل الجمهور كان مصدوم من المشهد كانوا مصدومين أن بطل العالم بدأ ينهار بهذه الطريقة قدام هذا الأسلوب الراقص السريع للملاكم الشاب الجديد على الساحة وظل كلاي يفوز بكل جولة الوحده وراء الثانية لكن في الجولة الرابعة تحولت الأمور شوي لما بدأ كلاي يحس بمشكلة ببصرة فجأة صارت عنده مشكلة في الرؤية مع أنه ما نضرب في عينه بشكل مباشر كان شي غريب ولهذا اليوم في شكوك أن لستن وجماعته حطوا مادة على قفازاته عشان تعمي كلاي الرؤية عنده كانت جدا صعبة الموضوع وصل لدرجة أنه قال لمدربه أنه يريد أنسحب بعد الجولة الرابعة لكن المدرب قال لي ولا في أحلامك هذه في رصدك الكبيرة وأنت قاعد تفوز حرفياً كل هذه الجولات أنت فزت فيها كيف ترضى تنسحبها الحين وفعلاً كلمات مدربة وتشجيعها خلاه يوقف بالثبات على رجوله في الجولة الخامسة ويقدر يصمد قدام لكمات لستن القوية اللي يلاحظ المشكلة واستغلها عشان يهجم عليه بأعنف ما عنده لكن اللي ما كان حاسب الأحساب إن كلاي غير قدرة التفادي والتجنب اللي عنده كانت بعد عنده قدرة عالية على التحمل فقدر كلاي يصمد في الجولة الخامسة وقدر أنه يتحمل كل كمات لستن العنيفة اللي كان يهجم عليه كأنه يريد ينهي بالقاضية وعلى نهاية الجولة الخامسة بدت مشكلة الرؤية اللي عنده تختفي وواضح أن أثر المادة الغير قانونية اللي يستخدمها لستن وفريقه بدأ يزول وفعلاً في الاستراحة ما بين الجولة الخامسة والسادسة عرف كلاي إن مشكلة الرؤية عنده انتهت ومع بداية الجولة السادسة رجع كلاي للحلبة وعيونه مفتحة تمام ورجع يتجنب كل كمات لستن المرهق البطيء وظل يرد عليه بلكمات ساحقة وقوية لحد ما أنهكت تماماً دق الجرس عشان يعلن نهاية الجولة السادسة وخلاص لحظتها لستن قاعد على الكرسي في الزاوية وهو مبين عليه الانهيار وفي مفاجأة كبيرة وصدمة غير متوقعة للجميع أعلن لستن الانسحاب من القتال واللي معناه إن كلاي صار المنتصر وصار بطل العالم في الوزن الثقيل أثمن لقب في عالم الملاكمة كلاي وقف في نص الحلبة بعد المباراة في حالة من النشبة وهو يصرخ ويقول أنا الأعظم أنا الأعظم أنا هزيت العالم بعد هذا الانتصار العظيم خلد كلاي اسمه كواحد من أعظم الملاكمين في التاريخ ومعنا هذه ما راح تكون آخر مباراة في مسيرته لكنها بتكون آخر مباراة له باسم كاسياس كلاي اللي راح يتحول لإسم مختلف ومعاه راح تبدأ مسيرة جديدة في حياته بعد يومين من تتويجه كبطل العالم في الوزن الثقيل هز كلاي العالم مرة ثانية بعد ما أعلن اعتناقه لدين الإسلام وانضمامه رسميا لمنظمة أمة الإسلام وقبوله لتعاليمهم وأعلن أنه من الحين راح يصير اسمه الجديد محمد علي كلاي هذا الخبر كان صادم للجميع لكن رغم هذا التغيير الكبير في حياته ما في شي تغير في الحلبة ظل محمد علي يحقق الانتصار ولا الانتصار كانت في مشاكل في حياته الشخصية مع عائلته وبينه وبين أعضاء منظمة أمة الإسلام وحتى كانت في مشاكل بينه وبين مالكوم إكس اللي كان يعتبره مثل أخوه لكن بعدين تفرقوا بسبب المنظمة وصارت حوسة كبيرة في حياته الشخصية ما راح ندخل بتفاصيله أما في جانب الملاكمة ظل مستمر على نفس المستوى وأقوى بعد وخلال الثلاث سنوات اللي بعدها دافع اللقبة ثمان مرات بدون أي هزيمة واحدة من هذه المباريات كانت ضد لستون مرة ثانية شي طبيعي في عالم الملاكمة أن البطل السابق يحاول يرجع ويتحدى البطل الجديد عشان يستعيد لقبة فلستون اللي كان البطل السابق طالب مباراة ثانية وظل يقول أن اللي صار في المباراة الأولى ضربة حظ وما راح يتكرر مرة ثانية وفعلا أقيمت المباراة الثانية وسط توقعات كبيرة وجمهور لستون ومشجعينه كانوا متحمسين عشان يشوفون بطلهم يستعيد لقبة ويهزم محمد علي اللي كانوا يعتبرون فوزه مجرد ضربة حظ بسبب أسلوب الراقص السخيف اللي المفروض ما يفوز فيه على بطلهم الجبار القوي لستون وفعلا هالمرة كان الوضع مختلف تماما لكن ما كان مختلف من ناحية النتيجة كان مختلف من ناحية السرعة والقوة اللي أطاح بها محمد علي بلستون المباراة كلها ما استغرقت أكثر من جولة واحدة يا عزيزي من الجولة الأولى قدر محمد علي أن يطيح بلستون بالضربة القاضية اللقمة كانت خاطفة لدرجة أنهم سموها The Phantom Punch أو لكمة الشبح سموها بهذا الاسم لأن فعلا المشاهدين ما قدروا يشوفونها من سرعتها وكثيرين حسبوا أن لستون رمى بنفسها على الأرض بدون ما يلمسها محمد علي لكن الإعادة بالتصوير البطيء أكدت فعلا على صحة اللقمة وقوتها لكمة عنيفة انضرب فيها لستون وأطاحت بها من الجولة الأولى وهذه الصورة هي الصورة الآيقونية الشهيرة في عالم الملاكمة اللي التقطت بعد ما أطاح محمد علي بلستون وبكذا يكون محمد علي توج نفسه الملك في عالم الملاكمة بدون منازل مع خلو الساحة قدامه من المنافسين في الحلبة إلا أن الساحة على مستوى حياة الشخصية كانت تتعقد أكثر وأكثر كانت فيه كثير من المشاكل على مستوى حياة محمد علي الشخصية ووصلت ذروة تعقيدها لما الحكومة الأمريكية حاولت تجبره أنه يتجند وينضم للجيش في حرب فيتنام الحرب اللي كان محمد علي يرفضها من كل النواحي الدينية والعقدية والاجتماعية فكان مستحيل أنه يقبل يشارك فيها ويتجند في الجيش كانوا يقولوا له يا أخي طيب روح شوي تجند قاتل في الصفوف الخلفية سل المجندين شوي بكم مباراة وارجع ما راح تخاطر بحياتك وما راح يصير لك شيء لكن محمد علي كانت مقفلة وياه وكان متمسك بمبادئه ضد هذه الحرب وبسبب رفض القاطع هذا للتجنيد وقف محمد علي قدام المحكمة ولجنة محلفين كلها من الرجال البيض اللي أدانوا فعلته وتم الحكم عليه بغرامة عشرة آلاف دولار وخمس سنين في السجن لكن لأن الكفالة اندفعت على طول وبشكل كامل ما دخل محمد علي للسجن بس على الجانب الآخر أنزلوا عليه عقوبات شديدة أوقفت مسيرته في عالم الملاكمة سحبوا منه لقب العالم وأوقفوا رخصة الملاكمة مالته صارت ما عنده القدرة أن يقاتل في مباريات رسمية هذه الفترة كانت الفترة الذهبية بالنسبة لمحمد علي كلاي في عالم الملاكمة فهذا الإيقاف كان أسوأ شيء ممكن يحصل له في مسيرته كملاكم حاول محمد علي بكل الوسائل والطرق أن يبطل الحكم اللي يصدر عليه لكن كل الأبواب كانت مغلقة في وجهه واستمر الحال على هذا الوضع لمدة ثلاث سنين ونص خلال هذه الثلاث سنين زادت نشاطات محمد علي الاجتماعية وحركتها في مجال الحقوق أما عالم الملاكمة فكان مستمر بدونه ولا كأنه شيء صاير صح هذا العالم فقد واحد من أهم الأبطال اللي مروا عليه لكنه ما راح يوقف لشخص واحد أيا كان بالعكس كثير من المسؤولين والمتابعين خاصة بيض البشرة كانوا مرحبين بقرار إيقاف محمد علي على اعتباره خاين للوطن بسبب رفضة للمشاركة في الحرب والتجنيد ظلت قضية محمد علي متعلقة لسنين لحد ما وصلت للمحكمة العلية وبعد قتال شرس في ساحة القضاء قدر محمد علي أخيرا أن يحصل حكم لصالحة ويستعيد رخصة الملاكمة بعد ما ضاعت منه ثلاث سنين وهو براء الحلبة مدربة أنجلو دندي قال أن الحكومة الأمريكية سرقت أهم ثلاث سنوات في حياة محمد علي كلاي لأنه فعلا كان فيه أوج قوته وانتصاراته وما أوقفه غير هذا القرار الظالم خلال سنوات تغياب محمد علي عن ساحة الملاكمة ظهر بطل جديد على الساحة هذا البطل كان اسمه جو فريزر فريزر في الواقع كان من محبين محمد علي وسوى كل شي يقدر عليه عشان يدعمه خلال السنوات اللي تم إيقافه فيها وحتى وصل لدرجة أنه قاطع بعض المباريات دعما لمحمد علي فكانت وقفته معاه شي واضح للجميع ومع أنه حصل لقب بطل العالم لكن كان معتبر نفسه غير مستحق للقب لحد ما يواجه محمد علي لأن محمد علي هو البطل السابق وفريزر ما قاتله عشان ياخذ منه اللقب هو قدر ياخذ اللقب لأنه تم سحبه من محمد علي فحتى فريزر نفسه ما كان حاس بأنه إنجازك تمل وكان يسعب كل جهده عشان يساعد محمد علي إنه يرجع للحل بمرة ثانية ويواجه مواجهة عادلة وياخذ منه اللقب بإنصاف وفعلا بعد ما رجع محمد علي بقرار من المحكمة العليا تم الترتيب للمباراة الضخمة اللي راح تكون بينه وبين جو فريزر بس قبلها طبعا كانت في مباريات تحمية خاضها محمد علي عشان يسخن ويكون مستعد لمواجهة البطل الجديد جو فريزر هذا ما كان شخص ممكن تلعب معاه كان ملاكم جبار وقوي جدا فمحمد علي كان محتاج يكون مستعد لكن المباريات اللي لعبها ضد الخصوم اللي كان يسخنوا ياهم بينت إنه سنوات غيابة عن الحلبة أثرت عليه بشكل كبير ما صار يملك نفس السرعة وردات الفعل اللي كانت عنده قبل كان واضح إنه مستواه ضعف قدر ينتصر على خصومه في مباريات التسخين هذي اللي خاضها لأنه كان لازال قوي جدا لكن ما كان على نفس المستوى السابق مع ذلك ومع الضعف اللي كان فيه رجع محمد علي لأسلوبه في استفزاز الخصوم ومع إنه فريزر كان من الناس اللي يساعدوه ووقفوا وياه لكن كل هذا ما شفع له إنه يكون ابحوكة على لسان محمد علي اللي ظل يتمصخر عليه ووصفه بلقب أنكل توم أو العم توم واللي هو لقب يعتبر مسيء للرجال السود ويوصفهم بأنهم عبيد خاضعين عند أسيادهم البيض إهانة جدا غريبة خاصة إنها طالعة من رجل أسود البشرة مثله لكن هذا كان أسلوب محمد علي كانت إهانة الخصم بالنسبة له شيء أساسي وهذا اللي يحسس فريزر بشعور الخيانة محمد علي قدر بطريقة ما إنه يوحد مجتمع السود ضد فريزر وخلى فريزر فعلا يظهر قدامهم كأنه شخص خاضع للرجال البيض ويمشي على كلامهم الشيء اللي خلى الكراهية تزيد ضد فريزر من قبل أبناء عرقة ذات نفسهم وصارت حتى توصلة تهديدات بالقتل ووصل الموضوع لدرجة أن أولاد فريزر نفسهم صاروا يتنمرون عليهم زملائهم صاروا يعيرونهم ويقولوا لهم أنتوا أولاد العم توم وهذا اللي خلى فريزر يحس بغضب شديد وخيانة مالها مثيل من محمد علي اللي كان واقف معاه لما كان في أسوأ حالاته وهني أقسم فريزر قدام أولاده وقدام أمهم إنه راح يحطم محمد علي وينهي إسطورته في الحلبة المباراة كانت حدث مرتقب بشكل كبير لأن هذه بتكون أول مرة يتلاقى فيها بطلين على العالم اثنين هم ما نهزموا ولا مرة في مسيرتهم الاحترافية فكانت هذه المباراة راح تتوج البطل الحقيقي فيهم وراح تعطي أول هزيمة للخاسر بدت المباراة وأخيرا فريزر حصل محمد علي بين يدينا كان غضبه ورغبته في الانتقام وواصل أقصى مراحلها هجم فريزر على محمد علي بكل قوته وبدأ يضربه ضربات قوية ومتتالية محمد علي كان مبين عليه أنه أبدا ما كان على مستوى القديم سرعته وخفة حركته اللي كانت تخليه أشبه بالراقص في الحلبة ما كانت موجودة أبدا كان واقف مكانه هو يتلقى لكمات فريزر القوية الوحدة ورا الثانية فريزر كانت عنده قبضة يسرة قوية وجبارة بشكل مبطبيعي وهي كانت واحدة من أهم الأسلحة اللي قدر من خلالها أنه يوصل للقب بطل العالم فريزر كان غاضب ونار الانتقام قاعدة تحترك داخله ومحمد علي كان يبين عليه أنه ما قادر يتفادئ أي شيء يرمي فريزر عليه ففريزر ظل يضغط عليه ضغط جبارة بدون ما يعطيه أي فرصة أنه يتنفس مع كل هذا محمد علي كانت عنده قدرة جبارة على التحمل القتال كان طويل ومرهق واستمر لـ 15 جولة في مباراة كانت تعتبر أكبر مباراة في تاريخ الملاكمة وقتها مع ذلك فريزر كان المنتصر بشكل واضح في معظم الجولات وفي الجولة الـ 15 قدر فريزر أن يطيح بمحمد علي بلكمة يسرة خاطفة قوية جدا الكل اعتقد أنها نهاية المباراة وأن فريزر انتصر بالضربة القاضية لكن محمد علي قدر يستجمع آخر ما بقى من قواه ووقف على رجوله لكن حتى مع كل هذا الصمود في النهاية حكموا الحكام بالإجماع أن فريزر هو الفايز بالمباراة وكذا حقق فريزر انتقامه من محمد علي اللي أهانه إهانات شديدة وصار بطل العالم في الوزن الثقيل بدون منازع هذه الهزيمة كانت مثل الصفعة لمحمد علي خلتها عارف أنه يحتاج يشتغل على نفسه ويبذل جهد أكبر بكثير من الجهد اللي كان يبذلها قبل عشان يواكب الجيل الجديد وفعلا بعزيمة وإصرار ما لهم مثيل أبدا دخل محمد علي في معسكر تدريبي منعزل عشان يصب كامل تركيزه على التمرين كان يركض لمسافات طويلة أول ما يصحى وبعدها يقضي اليوم في تقطيع الشجر والأخشاب وتمارين الملاكمة كان عنده حماس وإرادة قوية أنه يرجع أحسن من أي وقت سابق وفعلا على مدى السنتين اللي بعدهم خاض كثير من النزالات وهو يكسب الواحد وراء الثاني على الجانب الآخر البطل الجديد جو فريزر خسر اللقب لمصارع شاب جديد على الساحة اسمه جورج فورمان جورج فورمان هذا كان دبابة تمشي على الأرض وكان حتى معروف بلقب بيك جورج أو جورج الكبير كان مظهره مخيف لأي خصم يواجهه وقدر بقوة الجبارة أنه يهزم فريزر وياخذ اللقب منه على الجانب الآخر محمد علي كان يريد يستعيد اللقب لكنه كان عارف أن جورج الكبير ما رح يقبل يواجهه إلا إذا هزم فريزر قبلها لأن فريزر هزم محمد علي فليش جورج الكبير اللي هزم فريزر يواجه محمد علي فراح محمد علي وطلب من فريزر أنه يواجهه مرة ثانية في مباراة جديدة فريزر ما كان بطل العالم وقتها خلاص جورج الكبير أخذ منه اللقب لكنه كان الشخص اللي أخذ اللقب من محمد علي فكان لازم يهزمه عشان يستعيد مكانته وفريزر بعد في الجهة الثانية كان يريد يرجع ويواجه جورج الكبير ويستعيد منه لقبه لكن كان عارف أنه يحتاج يهزم محمد علي عشان يحظى بالفرصة لمواجهة جورج الكبير مرة ثانية فخلاص هنا يتفقوا فريزر ومحمد علي أنهم يتواجهون والفايز فيهم المفروض هو اللي راح يواجه جورج الكبير عشان يحاول يستعيد اللقب منه وفعلا أقيمت المباراة المنتظرة وبدون دخول في تفاصيل كثيرة جابت تدريبات محمد علي الشاقة نتيجتها لما قدر يهزم فريزر وقدم أداء كان أحسن بكثير من أداءه في المرة الأولى اللي تواجهوا فيها وهالمرة فعلا قدر أنه يهزمه ويطلع منتصر من المباراة وبعد هذا الانتصار أخيرا وصل محمد علي للمكان اللي يريده بعد سنتين طوال من التدريبات الشاقة والعمل المتواصل أخيرا صار في الموقع اللي يسمح له أنه ينافس بطل العالم جورج الكبير على اللقب لكن جورج الكبير كان ملاكم من مستوى ثاني كان وحش مخيف هائل القوة معظم مبارياته كان يفوز فيها بالضربة القاضية ومن الجولات الأولى بعد يعني حتى فريزر بطل العالم السابق خلص عليه بالضربة القاضية من الجولة الثانية بس فمحمد علي كان عارف أنه ما بيقدر يتغلب عليه بالقوة وبس كان محتاج الحيلة بس قبل هالشي كانوا محتاجين منظم ينظم لهم المباراة ومختلف المنظمين كانوا يقدمون عروضهم لتنظيم هذه المباراة اللي ممكن تكون الأكبر في القرن بس فجأة وبدون مقدمات جاء رئيس جمهورية الكونغو الأفريقية واللي كانت معروفة وقتها بدولة زائير وعرض عليهم هذا الرئيس أنه يستضيف مباراتهم عنده مقابل مبلغ يوصل لعشرة ملايين دولار كانت الاستضافة هذه أيضا لها أسباب سياسية لأن رئيس هذه الدولة كان ديكتاتور واستضافته لهذه المباراة راح تعزز شعبيته عالميا وراح تقوي امساكه للسلطة في البلد المهم وافقوا الملاكمين وتم تنظيم المباراة وإعلاموا معدها بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1974 مع أنه قوة جورج الكبير كان واضح أنها أكبر من قوة محمد علي لكن هذا الشيء ما منع محمد علي من أنه يستمر بأسلوبه المعتاد في استفزاز خصومه وظل يحقر فيه ويوحد الناس ضده والشيء اللي ساعده بعد أنه كانت لشعبية كبيرة بين سكان زائر كانوا يحبونه حبه كبير ويتابعونه دائما من بداية مسيرته في عالم الملاكمة فكانوا تقريبا كلهم معاه ضد جورج الكبير حتى كانوا في الحلبة يهتفون اقتل جورج بس جورج الكبير ما كان محتاج أي دعم من الجمهور كان واثق من قوة الجبارة اللي راح تخليه ينتصر في المباراة الكبيرة محمد علي على الطرف الثاني مع أنه كان يبدي الثقة من الخارج وهو يستهزئ بجورج الكبير لكن كان من داخله خايف وعارف أنه هو الأضعف في هذه المواجهة وأنه محتاج يستخدم الحيلة عشان يفوز وقعد في مشاورات طويلة مع مدربة وفريقة عشان يحطون خطة يقدرون من خلالها أنهم يمتصون القوة الجبارة اللي يملكها جورج الكبير وفعلا جات اللحظة الممعودة ودخل الملاكمين للحلبة وسط صراخ 60 ألف مشاهد حضروا للمباراة ويقال أن أرقام المشاهدات حول العالم على التلفزيون وصلت لمليار مشاهدة كان أكبر حدث رياضي في وقتها بدون أي منازع أول ما دخلوا للحلبة بدأ محمد علي يطبق استراتيجية ذكية جدا أول شيء هجم على جورج فجأة من بداية المباراة وبدون مقدمات وعطاها لكمات سريعة خاطفة هالشيء استفس جورج جدا وخلاه يبدأ يرد اللكمات عليه محمد علي تراجع للحبال وسينة الظهرة عليهم هذه الحركة خلتها يقدر يتلقى لكمات كثيرة بدون ما يحس بقوتهم كان كأنه مثل كيس الرمل قاعد يمتص قوة لكمات جورج الكبير ولا كأنهن أي شيء يذكر محمد علي ما كان قاعد يحاول يتفادل لكمات مثل أسلوبه المعتاد كان عارف أن سرعته وردات فعله قلت عن الماضي فاتخذ أسلوب جديد يساعده على تلقي أكبر قدر من اللكمات بدون ما يتأثر فيها تأثير حقيقي تلما حاول جورج أن يوجه لللكمات القوية كان محمد علي يستند على الحبال ويمتص قوة اللكمات اللي يوجههن له ولا كأنهن شيء يسوأ كانت استراتيجية جدا ذكية لإنهاك جورج الكبير اللي ما كانت عنده لياقة عالية كان بتعود أن يطيح خصومه من جولات مبكرة بالضربة القاضية بدون ما يظل واقف في قاتل لفترات وجولات طويلة فأسلوب محمد علي الجديد أوقعه في فخ ذكي خلاه يستنزف قواه بسرعة وبدون فايدة وبدون تأثير حقيقي على محمد علي جورج الكبير الظل يلكم ويلكم بكل قوته ومحمد علي صامد مكانه ولا كأنه حاسب شيء لأنه باستند على الحبال وحامي وجهه بيدينه وبالعكس كان محمد علي يصرخ عليه ويستفزه وسط القتال وهو يلكمه ويقول له Is that all you got جورج؟ هل هذا كل اللي عندك يا جورج؟ كان يستهزئ فيه وهو قاعد يلكمه بأقوى ما عنده تخيل كمية الإحباط اللي حس فيها جورج الكبير كان فعلا شيء يحطم المعنويات كان حاس كأنه قاعد يلكم في كيس رمل بدون أي فايدة وطبعا محمد علي ما كان مقصر كلما حس جورج بالتعب من اللكم يهجم عليه محمد علي بلكمات سريعة وقوية وبمجرد ما يكون جورج مستعد للرد يرجع محمد علي ويستند على الحبال ويغطي وجهه ويخلي جورج يضربه بدون أي فايدة تذكر وجوله وراء جوله بدأ جورج يحس بالتعب الشديد محمد علي كان يجر للفخ مرة وراء الثانية بدون ما يحس أو حتى يلاحظ وكلما تعب كان يهجم عليه محمد علي بلكمات سريعة خاطفة قوية وينهكة أكثر وأكثر كان هدف محمد علي إنه يظل صامد لحد ما يوصلون للجولة الأخيرة لكنه صدم العالم وصدم نفسه لما قدر يطيح بجورج الكبير في الجولة الثانية ويفوز بالمباراة بعد ما أنهكه إنهاك تام محمد علي قدر أنه يستعيد لقبه وصار بطل العالم للمرة الثانية واستعاد مجد القديم في مباراة سجلها التاريخ بعد ما فاز محمد علي بلقب بطل العالم للوزن الثقيل للمرة الثانية قدر يدافع عنه عدة مرات ضد خصوم أقوياء واحد من هذه الخصوم كان فريزر اللي يرجع عشان يصفون النتيجة ما بينهم كل واحد منهم كان فايز على الثاني مرة فكانت هذه المرة الحاسمة وبدون ما ندخل الفتفاصيل الكثيرة قدر محمد علي إنه يحسم الفوز لصالحة ضد فريزر وصارت النتيجة اثنين لواحد لصالح محمد علي وبكذا يكون قفل ملف فريزر وتغلب على كل خصومة حتى اللي هزموه سابقا هذه كانت أبرز المحطات والملاكمين اللي يمروا في حياة محمد علي كلاي خسر بعدها لقبه لملاكم ثاني لكنه قدر يستعيده للمرة الثالثة بعد ما رجع وواجهها بعدها بسبعة أشهر وصار محمد علي كلاي أول ملاكم في التاريخ يحصل لقب بطل العالم في الوزن الثقيل ثلاث مرات في مناسبات مختلفة في حياته إنجاز هذا كان يعتبر شيء أسطوري خاصة لملاكم دخل في سن الثلاثينات محمد علي كان عارف إنه المفروض يتقاعد بعد هذه المسيرة خاصة وهو في القمة لكنه كان عنيد وظل قاتل لفترة طويلة لحد ما اعتزل في سنة 1981 كانت عنده كثير من المشاكل في حياة الشخصية مشاكل عائلية ومادية وغيرها ما تطرقنا لها من خلال هذا الفيديو إذا حابين تسمعون عنها أكثر تقدرون تشيكون على الكتب الموجودة في تطبيق ستوري تل راح تراويكم جوانب مختلفة لحياة محمد علي كلاي خاصة الجوانب الشخصية بعد انتهاء مسيرته في عالم الملاكمة استمر محمد علي كلاي في القتال لكن هالمرة كان يقاتل لأجل السلام والعدالة الاجتماعية كان يحاول يكون شخص مساهم في المجتمع باللي يعطاه يا ربنا من شهرة وتأثير كان يحاول يكفر عن بعض أخطاء السابقة اللي ارتكبها في حياة الشخصية بحق عائلته وبعض الناس المقربين منه فظل يركز على الدعوة للإسلام وأيضا على أعمال الخير والنشاطات الاجتماعية لكن للأسف كانت السنوات الأخيرة من حياتها صعبة شوي بسبب إصابته بمتلازمة اسمها متلازمة باركنسون واللي هي عبارة عن تلف جزئي في الدماغ على الأغلب تسببت فيها القتالات العنيفة اللي خاضها على مدى مسيرته في عالم الملاكمة هذه المتلازمة تسبب للشخص بطء في الحركة والكلام وحتى الاستيعاب وفوق هذا يصير ينسى كثير لكن هذا كله ما منعه من أنه يسخر آخر السنوات في حياته للدعوة وأعمال الخير ولهني نكون وصلنا لنهاية مقطعنا كان مقطع من أكثر المقاطع المتعبة صراحة أتمنى يكون عجبكم إذا عجبكم لا تنسوني من اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الجديد أول بأول وهذه مقاطع سابقة حلوة تقدرون تشوفونها إذا ما كنتوا شفتوها قبل شكرا لكم على المتابعة أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة فكلا يكان فعلا مهيئ من كل الجوانب لأنه يكون بطل حقيقي في عالم المكالمة المكالمة نايس الملاكمة لكمات الجاب هذي من أقوى الأسلحة في عالم المكالمة المكالمة الملاكمة يا إنسان فعلا طول راح يقدر يواجه أقوى الأبطال في عالم المكالمة الشي اللي كان يخالف أبسط قواعد المكالمة الملاكمة ليش الملكالمة المكالمة كانوا يحبونه حبه كبير ويتابعونه دائما من بدايات مسيرته في عالم المكالمة الملاكمة وصار كلاي ضيف دائم في كثير من البرامج اللي تهتم بعالم المكالمة المكالمة الملاكمة كم مرة كم مرة